بسم الله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى السلام عليكم ورحمة الله عنوان هذه الحلقة التوافق الزواجي ودوره في الاستقرار الأسري بمعنى أن هناك رجل وامرأة يكونان زوجان فنقول للرجل الزوج ونقول لمرأة الزوج لا نقول لها الزوجة الزوج فكلاهما يكونان زوجا الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون كله وبناه كله على قانون الزوجية فقال سبحانه وتعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين فالقانون كله الكون كله مبني على قانون الزوجية والإنسان من هذا الكون ويدخل في هذه الكلية التي قال الله عز وجل فيها ومن كل شيء وكل هنا يفد الاستغراق ولا يستطنى خلق من خلق الله لا يدخل في إطار الزوجية سواء من الجماد أو من النبات أو من الحيوان أو من الإنسان هذه المخلوقات غير الإنسان الله نظمها سبحانه وتعالى لتكون لنا نحن عبرة ليقول الله لنا أنت أيها الإنسان هو سيد الكون ولكنني نظمت لك أنت وصخرت لك أنت هذا الكون كله فأنا المسير له لخدمتك أنت لكنك أنت تركت لك الحرية فباتباع منهج الله ستعيش سعيدا والابتعاد عن منهج الله ستعيش الشقاء الدنيوية والأخروية مزاقا لقوله تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكى ونحشره يوم القيامة أعمى فلكي يسعد الإنسان عليه بمنهج الله حتى يعيش في إطار قانون الزوجية في استقرار وسعادة وتلاء الذين لا يفهمون ويبتعدون عن منهج الله يقول لك في تعريف الزواج ما هو الزواج هو أن الرجل يأتي عند أسرة فيأخذ منهم مشكلتهم ويجعلها في بيته بمعنى أن الفتاة وأن الأنثى هي مشكلة عند تلك الأسرة فيأخذها هذا الرجل عنده إلى بيته فيتعايش مع هذه المشكلة هذا خطأ الزواج هو البحث عن النفس أنت تبحث عن نفسك لأن الزوجة هي جزء منك والله عز وجل لا يقول يا أيها النس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدات وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والرحام إن الله كان عليكم رقيبا فلهذا هذا الإنسان هذا نجح في تنظيم هذه الزوجية أم لا عندما تبحث أنت عن نفسك عن جزءك الآخر الذي هو الزوجة فإذا كنت طيبا فستبحث عن طيب وإذا كنت خبيثا فستبحث عن خبيث مذاقا لقوله تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبين لهذا قبل أن تفكر في الزواج لا بد أن تصبح أنت طيبا لتبحث عن طيب فلا تبحث عن المستحيل أنت خبيث وتريد أن تبحث عن الطيب هذا من المستحيلات فلا بد أن تكون طيبا ولتكون طيبا لا بد أن تعلنها توبة إلى الله عز وجل بالندم على ما فات والإقلاع عن السيئات والإكثار من الحسنات ورد المظالم إلى أهلها عندئذ تصبح طيبا فتبحث عن طيب بعد أن يسلم لك ذوقك فتبحث عن ذات الدين وذات الخلوق وبعد ذلك يأتي النسب والجمال والمال لهذا إذا أردنا أن نعرف عقد الزواج الذي سماه الله عز وجل ميثاقا غليظا فقال سبحانه وتعالى وأخذنا منكم ميثاقا غليظا يمكن أن نسميه بتسمية أخرى في إطار التوافق الزواجي ودوره في الاستقرار الأسري عقد التنازلات عقد التنازلات بمعنى أنك أنت عندك مطالب عديدة وأذواق ومسائل أنت تعيشها وتلك المرأة التي تختارها لتكون زوجة لك لتكون معا قانون الزوجية عندها مطالب هي كذلك نفسانيتها وشعورها ومطالبها تختلف عنك أنت وهنا تتجلى آية الله كيف يجتمع رجل مع امرأة لم يلتق بها من قبل لم يعاشرها من قبل لم يعرفها من قبل مبدأه الأول فاضفر بذات الدين ثربت يدك ومبدأها هي أولا كذلك إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إن لا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير وعلى هذه الأرضية تبنى هذه الزوجية انطلاقا من كونك أنت بصفتك ذكرا وقوان لابد أن تتنازل عن أمور وهي كذلك حافظة لابد أن تتنازل عن أمور ليتحقق الاستقرار الأسري فلا شك أن الاستقرار الأسري مرهون ومرتبط بمدى تحقق المودة والرحمة وهما من ثمرات آية الله في التقاء الزوج مع الزوجة كما جاء في صورة الروم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم تشارك بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون الذي يساعد على وجود المودة والرحمة وتماسك الأسرة وترابطها هو وجود توافق بين الزوجين أنت لا تتخذ تلك الزوجة لتكون لك خادمة تستجيب لكل مطالبك ولا يحق لها أن تقول لا وهي كذلك لا يحق لها أن يحقق لها زوجها كل مطالبها لابد من التنازلات بين الطرفين لتتحقق السعادة عن طريق الاستقرار الأسري لهذا هذا التوافق بين الزوجين وهو ما يسمى هذا التوافق بالتوافق الزواجي والذي يعد من أهم الأسباب في تكوين الأسرة السعيدة وتحقيق استقرارها كما يعتبر تحقيق هذا التوافق من أهم دعامات الصحة النفسية للزوجين حتى لا تكون الزوجة في حالة مضطربة قلقة وتكون دائما كأنها جاءت لهذه البيت الزوجية لترد كل الهجومات التي تأتي من الرجل الذي يعتبره هو السلطوي والدكتاتوري لا ليس هكذا تتكون الأسرة وإنما بهذا التوافق الذي هو التنازل من قبل الطرفين يعتبر دعامة للصحة النفسية للزوجين ويساهم ذلك في إشباع الحاجات المعنوية والمادية لكل الطرفين للزوج الذكر وللزوج الأنثى كلمة التوافق في هذا الاصطلاح يستخدمه علماء الإجتماع ليحبروا عن عملية التراضي أو الصلح بين الأطراف المتنافسة أو المتصارعة سواء كان هؤلاء أفرادا أو جمعات وانفموا التوافق في العلاقة الأسروية الذي هو التوافق الزواجي يعني الاتفاق النسبي ليس هناك المطلق النسبي كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه وهو حكيم الصحابة قال لزوجته إن كنت غاضبا فرضني وإن كنت غاضبة أسعى لأرضيك حتى تكون تلك الشعرة شعرة معاوية رضي الله عنه بينه وبين شعبه إن هو جر تلك الشعرة أرخاها شعبه وإن جرها شعبه أرخاها هو حتى لا تقطع تلك الشعرة هكذا الحياة الزوجية تبنى على التوافق والتنازل وغض الطرف مفهوم التوافق الزواجي يعني الاتفاق النسبي بين الزوجين والتفاعل الإيجابي ليس السلبي أنا أبقى أنا صابرا هكذا لا الإيجابي بين الزوج وزوجه لتحقيق أهدافهما المشتركة في حياتهما الزوجية كما أن هذا التوافق هو قدرة من قبل الزوجين على الإنسجام مع الآخر ومع متطلبات الزواج هكذا يتحقق هذا التوافق دون أن أفرض أنا مشاعري ومطالبي على الزوجة وهي تفرد كذلك على زوجها وهي تشحن من قبل أسرتها وهو يشحن من قبل أسرته لا لابد أن آتي أنا وأنا مستعد على أن أتنازل على أمور تتعارض مع مطالب زوجتي وهي ستتنازل عن أمور تتعارض مع مطالب زوجها ليتحقق التوافق الزواجي والانسجام الزوجي لتحقيق الاستقرار الأسري والسلام عليكم